بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً فيك صديقي المصاب بالملل والإحباط والاكتئاب والكثير الكثير من الأمراض النفسية بسبب محاولتك أو بسبب التزامك بتعلم الأمن السيبراني أو اختبار الاختراق أو الهاكينج بأي مجال من مجالاته بشكل عام الملل والإحباط اللي بصيبك نتيجة عدم قدرتك على الالتزام رغم أنك قاعد بتشوف كل الأشخاص اللي حواليك قاعدين بوصلوا لمراحل عالية في المجال قاعدين بوصلوا لا خلينا نحكي لإنجازات عظيمة لشهرة واسعة لأمور كبيرة جداً وأنت في نفس المكان ولكن أنت شاهدت أكيد فيديوهاتنا السابقة اللي هي لماذا تفشل في تعلم الاختراق قصة تيرموكس والفشل في تعلم الاختراق عن طريق الجوار المعذرة والكثير الكثير من الأمور الأخرى أكيد شاهدت هاي الفيديوهات عندي بالقناة وإذا أنت جديد وما شاهدتها أركض عليها يا صديقي الآن اليوم إحنا جايين للأسباب الأخرى إحنا جايين للملل والإحباط نفسهم أنت الآن لما تجيك حماسة لفترة معينة أوكي أنا اليوم بدي أصير مكتشف ثغرات بدي أكتشف ثغرات وأطلع فلوس ومكافآت مالية عالية من ورا هذا المجال فشو بدي أعمل؟ بتبلش بصير عندك حماسة لمدة أربع أيام أو يومين أو أسبوع بعدين بتصاب بالإحباط بالإحباط عفواً بتصير كسول بعض الشيء بتصير تأجل التدريب تتسلب أمور ثانية فاليوم أنا جايب لك شوي الطرق بناء على خبرتي لأن أنا أكيد أنا وغيري من الأشخاص سواء كانوا خبراء أو وصلوا لمراحل عالية جداً في المجال إلا ما يكونوا مروا في وقت من الأوقات بالملل والكسل والإحباط تجاه هذا المجال فاليوم جايب لك كثير كثير يعني خلينا نحكي الكثير الكثير من الحلول والطرق التي تخلي تعلمك لهذا المجال مسلية جداً فركز معاي أهلاً وسهلاً فيك إذا كنت جديد لا تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وإذا أنت مهتم بتعلم المجال بشكل عملي تواصل معي واستفسر عن دوراتنا المتقدمة في مجالات الإختراق وتحقيق الجناية الرقمي ويعني جمع المعلومات وتتبع الأشخاص واختراق الجوال وغير كثير الكثير من المجالات تعالوا ندخل مع بعض يعني على الموضوع بشكل مباشر كيف تلتزم في التدرب على الأمن السيبراني فكيف تحول الملل والإحباط إلى متعة أكيد كل شيء في الحياة بده هارد ووك يا صديقي كل شيء في الحياة بده تعب ولكن كيف تحول هذا التعب إلى تعب ممتع ترجع تشحن نفسك كل فترة بطريقة من الطرق لحتى تنتمتع في المجال أنا عن نفسي كسيف مخارزة كنت لما أصاب بالملل بهرب للأفلام أي نعم الأفلام اللي بتتكلم عن الاختراق وإذا أنت شخص بتعرفش إلا خمس أو ست أفلام أو مسلسل مست الروبوت عن الاختراق فإنت بعيد كل البعد عن الدنيا في كثير الكثير من الأفلام أكثر من ثمانين فيلم أنا نقيت لك الأفلام اللي تعتبر جديدة يعني بعد سنت الألفين وقاعد بدي أنصحك بأفضلهم خذ سكرين شوت للشاشة الآن وهاي الأفلام بتقدر تبحث عنهم واحد واحد وتشاهد على كيفك ولكن أنا بدي أمر مرور الكرام عن بعض الأفلام المهمة أكيد أغلبكم حضره فيلم وثائقي عن عميل أمريكي اكتشف كيف أنه NSA والCIA بيخترقوا وبتنصطوا على جميع مواطنين الدولة بل وأيضا مواطنين الدول الأخرى أيضا عن طريق أحد البرامج اللي بتمكنهم يشوفوا رسائل الناس الخاصة يتابعوهم يخترقوهم يدخلوا لكاميراتهم وهذا الشخص فضحه القصة تبعته واقعية جدا فهذا فيلم وثائقي رائع جدا نقفز لفيلم بلاكات وهو فيلم رائع أيضا يعني بتعلق بالحرب ما بين الدول والاختراقات والجرائم الدولية فجدا جدا رائع مستر روبوت المسلسل اللي يقتص في موضوع الهاكينغ ولكنه يعني ممكن يزيد الكآبة والأحباط عندك إذا تابعته بشكل مرضي فأنا بنصحك يعني كل فترة حلقة حلقتين ولكن لا تضلك عليه بشكل مرضي لأنك ممكن تكتئب مثل ما صار بإليوت ما في مشكلة ديب ويب فيلم وثائقي رائع جدا ومسلع عن الدارك ويب ذا جيرل و ذا دراغون تاتو فيلم رائع جدا عن الاختراق ريفلوشن أو اس أنا أيضا بنصح فيه بيتعلق بحملة عبلوها الكثير من المبرمجين بحيث ينقلوا الناس لنينكس بدلا من ويندوز المدفوع لأنهم بآمنوا أن كل برامج الانترنت لازم تكون مجانية هو الجزء الثاني من ما حدث مع إدوارد سنودن مع إعادات وسيطة للقصة ولكني بنصح فيه أيضا رائع جدا أيضا رائع حكاية موضوع التنزيل على الانترنت وما بدأوا بالفيروسات وما علاقته بالفيروسات جدا رائع أصدقائي ايضا رائع الهرم الرابع الفيلم العربي الوحيد الذي يتكلم عن الاختراق قصته رائعة جدا وأنا سميت قناتي على اسمه يعني فجدا فيلم مصري رائع جدا بنصحكم تشاهدوا ممكن أيضا نشاهد وأنا شاهدت يعني تسعة وتسعين بالمية منهم مش كثير بنصحه لكن أفضل من غيره طب تعالوا نروح للصفحة الثانية بعض الشيء جميل ولكن ريبوت أفضل 23 مش كثير رائع لأنه قديم أوبن ويندوز روعة أكثر فيلم بنصح فيه اللي هو أو عفوا مسلسل هاي الفترة اللي هو على نتفلكس كيف تبيع المخدرات بسرعة فيلم يعني عن أبطاله أشخاص ألمانيين كيف بيبيعوا المخدرات على الدارك ويب وكيف كبروا هاي التجارة ممتع جدا جدا للهكرز لأنه مليان مبرمجين وهكرز ومسلس نوعا ما ننتقل لوي آر لجن بتعلق في أنونيموس وهاي الجماعات جدا رائح أيضا ممكن نروح لأنتي تراست ولكن مش كثير سيتزن فور أنا كررته عن بعد ذر فايروول رائعين وسايبر بولي جدا رائع هو والغورثم أيضا والباقي على كيفكم أنتو خدوا سكرينشوت طيب يا سيف أنتو تكلمت الآن عن الأفلام شو بعديها؟ بعديها يا صديقي ميك يوتيوب تشانل سوي قناة يوتيوب أو أي منصة تقدم عليها محتوى يخص المجال إنستجرام صفحة فيسبوك حساب تيك توك أو انضم لكوميونيتي طيب راح تحكي لي ليش يا سيف راح أحكي لك يا صديقي لأنك ببساطة لما تعمل هاي الأمور أنا ما بدي ياك تعيش الجو تبع الهاكرز تبع إني أظلني أنا مختبئ إني أنا أظل مختبئ يعني سلينا نحكي بالظلام هاي الأجواء مش أجواء مخترقين راح أتمل منها بالنهاية وتسبب لك أحباط وما راح تقدر تكمل أنا يعني بكلمك أنت يا صديقي الجيد اللي ما بدك تكون بلاك هات أو لو حبيت تكون بلاك هات ولكن في قوانين راضعة بتمنعك فلما تعمل صفحة قناة يوتيوب أو صفحة على أي منص منصات التواصل الاجتماعي أنت بتفرج الناس إنجازاتك بتفرج الناس تقدمك أو بتعلم الناس أو بتقدم لهم محتوى تعليقات الناس الإيجابية الجيدة اللي فيها مدح راح تشوف تأثيرها العالي على مصداقيتك وبعدين بإمكانك تعمل سر أنا زي اللي أنا أعملته أنا أي دورة كنت بدي أعملها قبل ما أقوم بتسجيل أي فيديو فيها بعلن عنها للناس بعلن عنها للناس يا أصدقائي تعالوا نشوف مع بعض خليني أنا أفهمكم بعض الأسرار كيف أنا بمشي نفسي في هذا العمل بشكل جيد الآن تعالوا نخل لموقعي هون طبعا موقعي موجود في الدسكريبشن بعرض فيه دورات وخدماتنا في المجال الدورات التدريبية شايفين هاي الدورات؟ أغلب هاي الدورات لما قمت بالإعلان عنها ما كنت مسجل منها ولا فيديو قمت بنشر إعلان كامل عن تفاصيل الكورس والأمور راح أدرب الناس عليها وقلت للناس الدورة راح تبدأ قبل بعد أو عفوا بعد أسبوعين اللي بيسجل وبدفع ثمن الدورة الآن بخدها بسعر مخفض الآن راح تقولي يا سيف انت كيف بتبيع للناس دورة وانت لسه مسجلها هل هذا الشيء يعد حرام؟ بقول لك لا يا صديقي انت الآن بعد أسبوعين ستبدأ الدورة ما لهم عليك شيء إلا لما يبدأ لما تنتهي المدة أنا يا صديقي لما أرفع الدورة أو أعلن عن الدورة وأخذ فلوس رسوم إلها بجبر نفسي وقتها إني أبتعد عن الكسل أول طالب بيشترك معي وبدفع فلوس فعليا بعد ما يدفع مباشرة ببلش أسجل فيديوهات من الدورة بالتالي الطالب لما يدخل للقروب الخاص بالكورس بيلاقي على الأقل خمس أو عشر فيديوهات أو محاضرات لبين ما ينتهي منهم بكون رفعت باقي الفيديوهات الدورة أحيانا بعصها لطلابي شوي لما طلابي يكونوا كسالة وما يقوموا بالاختبارات الموجودة بالكورسات بصير أنا أخير الفيديوهات عمدا أوكي؟ بهذا الشكل أنا كنت أشتغل وأجبر نفسي على العمل بالمجال بالشكل الصحيح الآن إذا أنت ما إلك أنك تقدم شيء للجمهور مش حابب تطلع للعلن ببساطة اعمل أي حساب بنيك نيم يعني اليوزر تبعك في الإنترنت اليوزر الخطير تبعك أنا كسيف اسمي بلاك جاك ميتين وعشرة تمام؟ وغيري من الناس كل واحد له اسم ادخل لكوميونيتي اعمل تشات مع الناس انشر اللي أنت بتعمله رح تتمتع بطعليقات الناس لما يجوا مبتدئين أو أشخاص بعدهم روكيز يسألوك كيف عملت هيك؟ واو كيف سويت هيك؟ رح تحس بالمتعة رح تحس أنك متقدم ورح تزيد حماستك بأنك تتقدم أكثر المقطة اللي بعتها إذا أنت بتتعلم هالمجال عن طريق أنك تشوف شروحات يوتيوب وتطبقها في جهازك وفقط تطبق على جهازك فأنت شخص بعيد كل البعد عن المتعة بإمكانك تروح لمواقع زي هاكذا بوكس بكل بساطة يا عزيزي العفو فتحناها بشكل فتاء بكل بساطة هاكذا بوكس أو تراي هاك مي أو فون هوب وتقوم بإختراق لابات حقيقية يعني هي عبارة عن سيرفرات تمام؟ يعني أنت لازم تسجل في الموقع بداية تقدر تسجل دخول بحسابك عبارة عن سيرفرات انت قادر تخترقها فيها سيناريوهات مثل السيناريوهات الموجودة في الواقع وهي المواقع كثيرة تراي هاك مي هاك سويقر أكاديمي وستي أف الريل إفنس الإفنس اللي بتصير على الأرض الواقع تمام؟ هاي الأمور كلها بتخليك تشتغل بشكل عملي فلما يزبط معك الاختراق الشعور جدا مختلف عن اختراقك لحاسوبك الشخصي أو اختراقك لأي ماشين موجودة عندك في هذا الشيء جدا مختلف أصدقائي لما تكون الماشين أونلاين بعطيك نشوة زيادة وبيخليك تتمتع في المجال أكثر طيب تابع الناس تابع أشخاص بكتبوا مقالات بيعملوا لك قصص مثيرة عن المجال بتكلموا لك عن الحكومات والاختراقات والسياسات والفيروسات والأمور القانونية والأمور السياسية والجرائم كل هاي الأمور ممتعة في مجالنا لما تسمع عن أخبار الاختراق ويجيك شخص يكشف لك كيف قاموا بالاختراق أنا هون ما بحكي عن القنوات اللي بتشرح لك المجال لا بحكي لك عن أشخاص مختلفين وهي أنا أعطيتك يعني عدد كبير منهم راح تشوفهم هون المهندس محمد جمال رائع جدا دائما بيعمل لك مقالات بتخص عمليات اختراق كبرى بوستات وفي منها مسلي طبعا هذا الشخص سنويا للمرة الثالثة بترشح بترشح لخلينا نحكي أو عفوا من أكبر المؤثرين العرب في في يعني في الدول العربية في مجال فالشخص جدا رائع مقالاته رائعة عن الاختراقات عن غيرها عن أمور تعليمية جدا بتستفيد منه طبعا المهندس إبراهيم حجازي اللي صرت جايب سيرته على قناتي أكثر من مرة جدا هذا الشخص رائع تمام مش إبراهيم حجازي خفيف دم بوستات وبعلمك جدا هو صاحب يعني من أوائل الدورات على يوتيوب بخصوص مجال اكتشاف الثغرات تمام فتابهوا أيضا على فيسبوك الموضوع جدا ممتع الأستاذ العظيم محمد عبد الباسط شخص مصري من يعني من النخبة في المجال ما اكتشف ثغرات في سامسونج في فيسبوك في في غيرها من الشركات الكبيرة جدا في جوجل في ياهو وعامل شركة اسمها سيكيوريتي في المكسيك وعايش حاليا في المكسيك بوستاته رائعة جدا عن المجال فيها من التعليمي فيها من الأخبار فيها من الفائد الشيء العظيم واللي لما تشوفه كيف بكتب البوستات انت نفسك بصير عندك حماسة لتصل لنفس مستوى الخبر عزيزي وطبعا بيظل عندنا الأستاذ القدير أو المهندس القدير جعفر أبو ندا واللي هو من الأردن واللي بفتخر منه ابن بلدي مكتشف أيضا ثغرات في فيسبوك وفي جوجل وفي أبل وفي غيرها من الشركات العظمى ابحثوا عنه على يوتيوب لتشوفوا قناته أبديتلاب مليانة أخبار سياسية عن الاختراق أمور يعني بشرح لك أمور عن الاختراقات العظمى وأجهزة الأمنية الخاصة بالدول بشكل مسلي وبفتح نفسك على المجال كل هاي الأمور مع بعض بتحمسك يا صديقي ولو كل هاي الأمور ما حمستك روح اخترق أصدقائك أو قرائبك أو شبكة الجيران لتحس بالمتعة البسيطة المؤقتة اللي بعدين تختفي أتمنى أن هذا الفيديو يساعدك على أنك تتحرك يا صديقي وتتقدم في المجال كان معكم سيف مخارزة اللي حابين يشتركوا في دوراتنا اللي شفتوها في بداية الفيديو يتواصلوا معنا واتساب أو تيليجرام عبر رقمنا اللي موجود أسفل فيديو بالدسكريبشن أو على إيه حساب من حساباتنا في السوشيل ميديا لا يستفسر أو لا يشترك في الكورسات ويستفيد من خصم يزيد عن ستين بالمية في هاي الفترة كل دوراتنا عملية بتحصل شهادات معتمدة على مستوى القليم الوطن العربي بعد كل شهادة التدريب خصوصي أنا بنفسي غير الفيديوهات المسجلة راح أعلمك بنفسي بتقدر تحجز معي حصة خصوصية ونتكلم هنا وياك وتستشيرنا عن البدك وطبعا في خدمات جوهرية ورائعة بعد الكورس زي أنك إذا تقدمت لوظيفة في المجال بعمل أنا معك محاكا للأسئلة أو لمقابلة العمل اللي راح تنعمل معك لحتى تأخذ الوظيفة وتتأكد من أنك تشتغل في المجال أو إذا حبيت تعمل عمل حر بعطيك نصائح بيزنس تخص هذا الموضوع كان معكم سيف مخارزة بتنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو مع السلامة